موسيقى وزير الخارجية الامريكية ونظيره الروسي في جناف لتدارس تفاصيل خطة المراقبة الدولية للأسلحة الكيماوية السورية واجتماع للإئتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول لمحاولة تشكيل حكومة موقعة الجيش المصري يواصل قصف مواقع المسلحين في سينا ومظاهرات مؤيدة لمرسيه في القاهرة وضيف مساء موند كارلو الدكتور غسان العطية الكاتب العراقي ورئيس ائتلاف الاهلي للتعليق على التدهور الوضاع الامنية في العراق وقد حاوره لمساء موند كارلو الزميل على الدين بنجار موسيقى مساء الخير حمم الدم متواصل بالعراق في صيغة حرب جوامع طائفية بين السنة والشيعة حاصدت اليوم ثلاثين قتيلا على الاقل وعشرات الجرحة في تفجيرين استهدف المصلين في مدينة بعقوبة التفاصيل مع باسل محمد من بغداد حارب المساجد متواصلة في بغداد وبقية المناطق المختلطة طائفيا وفيما يبدو فعل ورد الفعل بين الشيعة والسنة وردا على الهجوم ضد حسينية الشيعية شمال العاصم العراقية يوم الاربعاء الماضي انفجرت عبة الناسفة مستهدفة مجدا سنيا في مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد تصاعد العنف الطائفي بالتزام مع تطورات الازمة السورية دفع قادة الكتر السياسية العراقية الى تكثيف اتصالاتهم في محاولة لعقد اجتماعا وطني يوم التاسع عشر من الشهر الحالي والعنوان الابرز للمؤتمر توحيد الحرب ضد الميليشيات الشيعية والمجاميع السنية التي تمارس الارهاب وبحسب تقرير استخبارات عراقي قدم لرئيس الوزراء نوري المالكي فان الحكومة العراقية قلقة من ان يؤدي بدء الولايات المتحدة تسليح الجيش السوري الحر باسلحة فتاكة الى ارغام عناصر الجهادية التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام للتوجه الى العراق ويقول التقرير العراقي ان الادارة الامريكية لديها خطة تقضي بمساندة نفوذ الجيش الحر وتقويض نفوذ الجهاديين في المدن السورية المختلفة باسل محمد بغداد مونتي كارلو الدولية عملية بعقوبة وغيرها من التفجيرات والهجمات في العراق تحدث وسط خطة امنية مشددة وضعتها الحكومة العراقية ما هو اذا تفسير هذا التساعد في وطيرة العنف سؤال يجيبنا عليها الدكتور غسان العطية رئيس اتلاف الاهالي العراقي جوابا على سؤال لعلى بنجار ادارة العملية من قرر اطراف الحاكمة متلكة وتحاول ان تعالجها باستخدام السلاح فحسب السلاح في ازمة طائفية مثل هذه لا يفيد وانما يكون عامل مساعد لحل سياسي فالمطلوب حل سياسي وبقدر ما بغداد تطلق وتوصح الشام او تنشطح السوري بايجاد حل سياسي عليها ان تمارس الحل السياسي عراقيا هذا هو المفقود وبالمقابل عامل داخلي ذاتي ان المناطق التي تشعر بالتهميش القوة المعتدلة بها ضعفة فشلت في ان تقدم ابنائها الانجازات مما فتح الباب واسعا للعناصر المطرفة هناك فالتطرف اخذ يسود في المناطق السنية العربية كما ان التطرف بالاوساط الشيعية وهذه الحالة لا تدعو الاستقرار لا اليوم ولا بمستقبل قريب الدكتور غسان العطية سيكون ضيف مساء منتكر لبعد قليل بعد نهاية هذه النشرة والى الملف السوري حيث يجتمع في جونيف وزير الخارجي الامريكي جون كيري ونظيره الروسي سيرجي لافروف على اساس اللقاء مجددا في نيويورك في وقت لاحق هذا الشهر سعيا لتحديد موعد لمؤتمر سلام حول سوريا الحراك الدبلوماسي حول الازمة السورية وتطوراته معك عبدالقادر خياشي موضوع الاسلحة الكيميائية السورية يبدو انه دخل المرحلة الاجرائية بمعنى كيف ومتى وبأي آلية سيتم وضعها تحت الرقابة والضبط بانتظار التخلص منها خاصة وان النظام السوري تقدم بطلب رسمي للانطمام الى معاهدة الحد من تلك الاسلحة وسوف يقضع لمعاييرها فيما يتعلق بالسلاح الكيميائي رغم تعقيد والطول امد العملية جديد اليوم هو عودة الحديث عن الحل السياسي في سوريا حيث اعلن وزير الخارجية الامريكي انه سيرتقي نظيره الروسي مجددا في نيويورك اواخر هذا الشهر للنظر بامكانية تحديد موعد لمؤتمر سلام حول سوريا بمعنى ان وجهات نظر الطرفين تقاربت بهذا الشأن بحيث صار ممكن الحديث عن تحديد موعد للمؤتمر يبقى ان اختبار القوة الدبلوماسي هذا لم يصب في مصطحة الولايات المتحدة اذ رغم تطرق الرئيسين اوباما وبوتين لموضوع السلاح الكيميائي السوري الا ان مبادرة نزع هذا السلاح اتت من وباسم روسيا وهي ترافقت بمقالة للرئيس بوتين في النيويورك تايمز رأى فيه المشرعون الامريكيون اهانة لهم كما ظهر الرئيس السوري على قناة روسيا 24 لوضع شروط على واشنطن تتمثل بعدم تنفيذ بنود المبادرة الروسية قبل وقف واشنطن تهديداتها لسوريا ودعمها للارهابيين كما قال لم يتضح ما يجري في كواليس الدبلوماسية لكن ما ظهر يوحي بانتصار دبلوماسيا لموسكو وحلفائها في موازات غموض وتردد في الدبلوماسية الامريكية دفعت ايران لحس روسيا على القيام بخطوات جدية للمساعدة بحل ازمتها النووية هذا واعتبرت المعارضة السورية تقديم دمشق طلبا للانضمام الى معاهدة حظر الاسلحة الكيموية تضليل للمجتمع الدولي داعية الى قرار من مجلس الامن الدولي يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته من جهة اخرى افادت صحيفة وورستريت جورنال ان سوريا وزعت مخزونها من الاسلحة الكيموية على خمسين موقع مختلفا في محاولة لتعقيد مهمة رصدها ويعاقة الجهود الرامية الى ضبطها وفي اسطنبول بدأ اجتماع للائتلاف الوطني السوري المعارض يستمر يومين لمحاولة تشكيل حكومة مواقة كمالا لبواني عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض اعتقد ان الحكومة ضرورة جدا هي من اجل ان تكون هناك سلطة تنفيذية على الارض من اجل ان يكون هناك عنوان في دولة سوريا الحرة الوضع على الارض فوضة كاملة لا يجوز تركها بهذا التحريق يجب ان نبدأ على الاقل من عنوان من شخص من اسم من اي شيء لحتى نرجع نعيد بناء الدولة السورية مش بس نهدمها لازم نعيد بناء ولازم نحط بديل عن نظام الاسد نظام اخر لازم نكون في عنا انفاك بملفات مهمة جدا واساسية اليوم اللي نحن تقصيرنا كان هو سبب اساسي في نمو هذه الظاهران المرور الى جينيفيا مر عبر لاهاي عندما تكون هناك عدالة دولية وعندما يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه المدنيين يستطيع ان يخاطبنا بهذه الطريقة لا يستطيع ان يخاطبنا نحن لا نعتقد ان المجتمع الدولي مؤهل للقيام بواجباته في ذلك نحن غير معنيين باي جهة دولي للسلام قبل العدالة هذا وقالت منظمة هيوم رايس ووتش اليوم ان القوات النظامية السورية عدمت ميدانيا مائتين وثمانية واربعين شخصا على الاقل في بلدتي البيضة وبنياس غرب البلاد مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم وفيما تستمر المعارك في بعض اطراف العاصمة دمشق بين القوات النظامية والمعارضة المسلحة خفت نسبيا معاناة سكان العاصمة بعد ابتعاد شبح الضربة العسكرية الغربية ضد نظام الاسد لنستمع الى بعض الشهادات التي استقتها مراسلتنا في دمشق صفاء مكنة المؤشرات ايجابية هي انشاءال الامور الافضل يعني الهنا عندي شك انه في شي اسمه جنيف اتنين يعني بجوز يصير جنيف ونحنا ما نحس الموصد اللي كانوا خايفين من الحارب هن اللي عزموا الموقف نحنا انشاءالله ما هم نخاف ده نحنا ولا اطفالنا لتم الحضارة في سوريا مستمرها مدى الايام خفنا شوي بس هلا الحمد لله الامور انشاءالله مدر يعني مرمرة مع شوي انا عسكري انا والله اتمنى انا حل سياسي انشاءالله بتخلصها لازمي هالشعب بيرتاح وترجع سوريا متل ما كان انشاءالله ما منعرفين انو كل ما اربات تبعوا هلا في حل سياسي بس الخوف انه يكون احساب القضية اللي احنا ما عاشي عليها او الدم اللي دفعه بالسنتين ونص للموقت هاي بعد لقاء كيري والابروف منتوقع انه الامور رح تروا لحل سياسي شروط سوريا كانت واضحة لمؤتمر جنيف يعني طبع هني قبل بدون اي شروط اكيد بيه شي يعني ففي اريحي الموضوع انشاءالله نكون اكيد بتوقع في جنيف اه اي في حل سياسي اخر شي بلبنان ضلوا يقطلوا بعضه 13 سنين 15 سنين بعدين قعدوا على طاولة حوار بكل الحروب الاهلية اللي انا هيك تشوفها ما في لا غالب ولا مقلوب بس اديك الواحد مستعد يتنازل هلأ هي هي اللي بتفرق بالوقت حث الرئيس الايراني حسن روحاني موسكو على المساعدة في التوصل الى حل لازمة الملف النووي الايراني وذلك خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير كوتين على هامش قمة امنية اقليمية في قرغزتان فيما تروج معلومات عن صفقة عسكرية روسية ايرانية و الى مصر حيث اكدت مصادر امنية ان امرواحيات تابعة للجيش قصفت صباح اليوم مواقع لمسلحين اسلاميين شامل سيناء فيما تظاهر الالاف من انصار الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي في القاهرة جديد التطورات المصرية مع كيزيس جليسا المروحيات العسكرية نفذت غارات على مواقع الاسلاميين المسلحين في شمال سيناء بعد يومين من وقوع اعتداءات استهدفت مقرا عسكريا قرب مدينة رفح ادت الى مقتل ستة من القوات العسكرية واعلن تنظيم متطرف في المنطقة مسئوليته عن الاعتداءات شبه جزيرة سيناء وخاصة المناطق الحدودية مع اسرائيل وقطاع غزة اصبحت قاعدة خلفية للعناصر السلفية حيث تضاعفت الاعتداءات على قوات الامن منذ سقوط الدكتور محمد مرسي مطلع يوليو تموز الماضي على صعيد اخر تظاهر الموالونة لمرسي في مواقع اشتباكات بينهم وبين الاهالي الرفضين لتظاهرات الاخوان في عدد من المحافظات بعض المسيرات تحولت الى كر وفر واضطرت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع في المنصورة مثلا كما تم توقيف عدد من المتورطين في الاشتباكات القناة الاولى بالتلفزيون المصري اعلنت ان عناصر الاخوان المشاركين في مسيرة قاموا بالاعتداء على طاقم العمل خلال تغطية المسيرة واستولوا على معدات التصوير شكرا ازيس قتل شخص على الاقل وجورح اخرون في هجوم شنته مجموعة مسلحة صباح اليوم على القنصلية الامريكية في هارات غرب افغانستان اصدرت محكمة في نيو ديلهي حكما بالاعدام على المتهمين الاربع باغتصاب طالبات في نيو ديلهي في كانون الاول ديسمبر الماضي ما ادى الى وفاتها ميس اسماعيل هذه العقوبة لقد ترحيبا كبيرا خاصة من قبل عائلة الضحية عقوبة الاعدام نادرة في الهند وتنفيذها يعد استثنائيا ففي العام 2004 اعدم رجل شنقا لاقتصاب وقتل فتاة في الرابعة عشرة من العمر واليوم المتهمون الاربع يتحدرون من مناطق رفية فقيرة ويسكنون في مدينة جنوب العاصمة الهندية واعتبر القاضي الذي كان يرأس الجلسة ان هذه القضية تندرج في اطار الجرائم النادرة التي تحددها المحكمة الهندية العليا وتبرر الاعدام الفتاة التي اغتصبت وفيت في 29 من كنون الاول ديسمبر الماضي متأثرة بجروحها في مستشفى في سنجافورا وبعد هذه الحادثات ظهر الاف الهنود ودعوا الى التحرك لوقف الطريقة التي تعامل بها النساء في الهند منددين بلا مبالاة الشرطة والقضاء لضحايا الاعتداءات الجنسية شكرا ميسى اسماعيل نصل الى الخبر الرياضي وهو معك كما هي العاد وديع في عاني مرحبا وديع مرحبا عبدالله وديع نتوقف معك عند تصنيف منتخبات ساحل العاج وغانا والجزائر ونيجيريا وتونس في المستوى الاول لضمان الدور الحاسم من تصفية افريقيا المؤهلة لكأس العالم في البرازيل تماما عبدالله ما حصل هو ان امس بالواقع الاتحاد الدولي لكرة القدم وكل شهر اصدر التصنيف الشهري للمتخبات وهذا التصنيف هو الذي سيعتمد خلال القرعة التي ستجرى يوم الاثنين المقبل في القاهرة في مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم لتحديد المباريات من الدور الاخير المؤهل الى نهائية كأس العالم لكرة القدم طبعا نتكلم عن التصفيات الافريقية وكما ذكرت المنتخبات الخمسة هذه لن تلتقي مع بعضها البعض في الدور الاخير الدور الاخير سيكون هناك خمس مباريات مع منتخبين يتواجهان ايابا زهابا وايابا والمنتخبات الخمسة التي ستفوز ستتأهل الى نهائيات البرازيل اذا بمعنى اخر ان هذه المنتخبات الخمسة الاقوى لن تتواجه لان يكون هناك بشكل خاص مواجهة بين تونس وجزائر ولكن بان المنتخب المصري سيكون في الفئة الثانية هو قد يواجه منتخب قوي وقد يواجه جزائر او تونس الجزائر بشكل خاص نتذكر ان هناك مباريات في الماضي بين الجزائر ومصر حامية كانت جديدا جدا كثيرا جدا نذكر ان المنتخب الاردني ايضا سيشارك في الملحق اخير مع خامس امريكا جنوبية شكرا جزيلا لك وديعكي عني نهاية هذه النشرة تذكير بابرز اللعنى ثلاثون قتيلا وعشرة الجرحى في اعتداء على مصلين في احدى مساجد بعقوبة بالعراق ووزير الخارجي الامريكي ونظيره الروسي يجتمعان في جينيف لتدارس تفاصيل خطة المراقبة الدولية الاسلحة الكيموية الروس سوريا واجتماعا للاتلاف الوطني السوري المعارض في اسطنبول لمحاولة تشكيل حكومة مؤقتة مساء موتي كارلو الدولية عبدالالله الصالح